أخبارنا فيما يتعلق بالأهلي باجتماع بين كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وبين أعضاء أو بين المسؤولين عن شركة الأهلي الكورت القدم حضر الاجتماع ده طبعا دكتور سعد شلبي رئيس أو مدير تنفيذ للنادي الأهلي في حضور المهندسة عدل القياه رئيس مجلس أدارة الشركة وخالد عبدالقادر وأحمد حسام عضوي مجلس الإدارة الاجتماع ده كان عشان يعني يبقى فيه منقشة لكل الترتيبات اللي جاية للمرحلة القادمة اللي هتبتدي فيها شركة الأهلي تقوم بدورها وخلال الاجتماع ده اتكلم فيه كابتن خطيب على إزاي هتكون قلية العمل إزاي هتم التنصيق بين الإدارة وبين النادي إزاي هيكون فيه تعاون في بعض الملفات المشتركة بين الشركة وبين مجلس إدارة النادي والمهندس عدل القياه من ناحيته يمكن وطبعا هو رئيس شركة الأهلي الجديد يمكن طرح في الاجتماع ده أو تناقش مع كابتن محمود الخطيب فيه عدد من الملفات المهمة والحيوية اللي ممكن نبدأ فيها أو تبدأ فيها الشركة أنها تشتغل على أنها تحقق فيها إنجاز خلال الأيام اللي جاية وطبعا ده بالتنصيق مع رئيس النادي والمشرف العام على الكرة وزي ما قلت لكم الاجتماع كان في حضور خلد عبدالقادر وأحمد حسام عضوي مجلس إدارة ودكتور سعد شلبي طبعا المدير التنفيذي ترجمة نانسي قنقر